يعني إن أنا رد أحسن من البلوك كانت إنجي عملت كده بدلاً ما نوصل لكل التراكمات دي؟ لأن البلوك في حد ذاته أكشن عنيف عارفة لو هتسكتي وتنسحبي هقولك أحياناً من الزكاء إن إحنا نصمت طب أنا عايز أعرف إيه سمات الشخصية النرجسية؟ إيه؟ بصي ما اللي شفتيه بقى كله بقى دوء وتتلقصيهولي بصي هو فيه سمات كتيرة جداً فيه مواقع كتير متكلمة عليها كويس يمكن أنا بحب الموقع بتاع ميو كلينيك لأنه بالعربي بالعربي وعلمي ودايماً حاطط المصادر بتاعة الكلام أكتر حاجة بقى ببساطة كده أتعرفك اللي قدامك ده نرجيسي ولا لأ هو عامل زي الترابيزة دي كده عايز يبقى هو المركز بتاع الاهتمام هو في نص السجادة هو السنتر زي ما بيقولوا أنا في النص ولا يحتمل إن أنا وإنتي عينينا راحت لبعض بنكلم بعض لازم نبقى هنا لا يحتمل الانتقاد لا يحتمل إن إحنا مش طول الوقت دايماً يقولوا عليهم إن بيحتاجوا إطراء مفرط مفرط دي تحتها دايماً طب أنا أقولك على حاجة طول الوقت في القصة النهاردة أنا ما شفتش إنه هو فيه سمات الشخصية نرجيسي ولا أنا واحد هيتحايل على أو النرجيسي لو يتحايل علينا هتقولي فالدني هتتهد ولا إنه يتحايل عليكي أو يلعب يعني يلعبك بالحيلة عشان ياخد اللي هو عايزه النرجيسي هو كده هو دي طريقتي وأنا كده وأريني هتعملي إيه؟ بس عمره مايتحايل ويتطب طب صح؟ أو تعالي يبعي الشقة ويجيبلك شقة أكبر ده مش نرجيسي يعني فيه طيف برضو خلي بالك إنه فيه طيف بس مش هيكمل لحد ما ينزلوا مصر مش هيقدر يكمل كام يوم لا يا ناس هتقفش لا ممكن ممكن لأنه مش لازم يبقى عنده الصورة المرضية التاملة ممكن يبقى عنده سمات الشخصية النرجيسية دكتورة دكتورة والله أنا عديت سعيدة بكي جداً والله أنا سعيدة بالأداء ده جداً دكتورة يا أخي بس أنا بقى هاولك على حاجة إنه مثلاً لو أنا جيت أقول ماشي دلوقتي هو فيه سمات الشخصية النرجيسية هل هو فيه حاجة اسمها في الطب إن رجل يبقى فيه صفات نسائية يعني دي حركات يعني لأ حركات الستات إن أنا مثلاً إيه ممكن تبيفاجأة هرمونيت غصباً عنك فجأة أنا طيقاك ومش طيقاك عارفة لو أغنيت هنغم حبك بس مش حبك عايزك بس مش عايزك عمري تبقى عمري أحبك أكرهك قسيبك أندهك قلنا بتقلدنا تمام أو إنت مش عارفة يعني الرجل بيقلد الستة في الحاجات دي ده بقى مالك مفيش ما أنت لو مهتمك كنت عرفت الواحد مالك ويقدر يقعد بالشهور ساكت الرجل مملك مفيش يعني الراجل الخصام عليه أسهل بجعل لأن الراجل أقل احتياجاً للتواصل اللافزي عن الستات إحنا نحب نريد ونتكلم أنا معاكي في أقل احتياجاً للتواصل اللافزي بس هل هو يعني يقل احتياجاً للتواصل الجسدي الراجل ما يقدرش حتى لو ما تجوز بيتها يقلي بالحاجات اللي أنا قارتها ومتأكدة منها تقريباً إنه ما يقدرش يقعد كتير قوي كده في هجر في هجر إنه العلاقة زوجية يعني كتب بالك العند عنده ولا عشان ممكن تكون بياخد منشطات فهو غير قادر إنه هو كنرجيسي طبعاً إنه أنا بتاخده فلا أمونتي أصلاً ما تستليش أنا حتى أخد عشانك الدور يعني أنا غلطاني كنت باخد الدور دي قصة تانية رهيبة دي بيقع فيها ناس كتير قوي حرام بجد لأن ما لهاش حل في التقييم دي حاجة اللي هو إيه ما نقدرش نتجنبها هتتجنبي إزاي لا طبعاً وما أقدرش إنه أنا أحكي عليها لأنه هبقى للأدب وهبقى ضد عدتنا وتقاليدنا وهبقى بفضح أسرار بيتي طبعاً أو هيتقال علي أنت إيه لنوارك وعلمك الكلام ده من إمتى ياساً كنت رساً متجوزة وأنت بنت مبارح ما جاليش نوم وأنت بتتعلمتي فين الكلام ده وإزاي كده آه إزاي وإيه ده ومفيش بنت مقدبة بنت ناس تتكلم في الحاجات دي وإن كان عشان نبقى حقانيين مش كل الأهالي بيعملوا كده في أهالي كتير بيوفروا بقى على بناتهم لا أنا مش قصدي أهالي الزوجة لا ده فيه أهالي محترمة جداً أهالي كويسة جداً بتحتضن البنت وتروح وتسمع وتشوف وبيواجهوا كمان الزوج بس مشكلة لما الزوج متواجه هو وأهله هم دول اللي بيحاولوا يشويهوا السمعة زي ما قالت النهاردة إنجيكا بتقول وحاول يتكلم في سمعتي وحاول يشويهني وحاول يقلع قدام أهلي إيه ده يعني أنا عايزة فهم ده بقى إيه تفتكري يا سالي المواجهة هنا كان لها لازمة في الجزء ده بالذات بجد لا ده الجزء ده حلو لأنه خلي بالك دي تأهر أي رجل يعني أنت قهرتيني أنا عارفة إيه مناطق القوة ومناطق الضعف ما وستت لو أهل وجيه أنا شافك واحد صاحبي ده نزجزي حمادة لأ توجعك أو يعني عارفة أنت ممكن تاخد مني الشقة ولا تقوليش أنها تخنت ولا تقوليش أن أنا شبح حمادة غزبا عنك بتوجعك أنه أنا بيجي أقولك مثلا إيه كل ما أقرب لك بحس أن أنا مش طايق مش قادر تتوجعي لأن فاتي لو رحتي وقلت له لا ده أنت أصلا كده أو كده أنت كده وأنا مرضيتش أقولك أو أنا أتأكدت أن أنت كده لا دي تقدي ده أنت ضربتي في مقتل يعني ينجي تقولك يا مش عارفة تجاوز وشعارفة الخطأة هل ينفع أنه لو الزوجين تكلموا في المواضيع دي يرجعوا تاني لبعض؟ ينفع والأهلية سمعتوا كلام ده؟ لا ينفع إزاي نانسي؟ في النهاية بيبقى فيه حاجة بتجمحهم هي اللي هتخليهم يتكلموا حاجة أكبر حاجة أشمل العلاقة لهم وفيه حاجات كتير لها علاج يعني مش كل حد عنده مشكلة في العلاقة الحميمة هو حد عقيم ومالوش حل ومالوش علاج لا طب